وإلى السودان حيث تدخل الأزمة السودانية يومها المئة وسط احتدام المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع ولا هدنة أو هدنة تلوح في الأفق رغم محاولات الوسطى لإيجاد ضوء في آخر النفق مئة يوم من النزاع السوداني راح ضحيته قرابة أربعة آلاف شخص وأكثر من ثلاثة ملايين من المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء هجروا من منازلهم الصراع على السلطة كان وراء الأزمة التي بدأت في الخامس عشر من نيسان الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان ديجلو في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية صراع الإخوة يزداد كل يوم ويزداد معه عدد القتلى والجرحة جراء الاشتباكات والأوضاع الأمنية من جهة والأوضاع الإنسانية والمعيشية من جهة أخرى ورغم الوساطات الدولية وآخرها تدخل واشنطن ومحادثات جدة لم تسفر عن حل لهذا النزاع سوى هدن هشة واشتراطات يرى مراقبون بأنها لن تتحقق على أرض الواقع ليبقى السؤال مشرعا إلى متى ستظل هذه البلاد تمر بأزمات متتالية يروح ضحيتها الأبرياء